بالمناسبة كان فيه لقطة لو جاهزة معانا الشباب نجيبها مارس الكولر واحسين الشحات بعد نهاية مباراة الاهليون قولون قدامهم تابلت كده بيفرجوا فيه على ما تبقى من مباراة بيراميدز وزيد اللي خلصت بعد مباراة الاية تقيمة بخمس ست دقايق فهم عارف انت الناس انا عايز اخد اجازة بقى يا اخي انا عايز اخد اجازة بقى يا اخي بقى بص مارس الكولر يا عم عايز اروح السؤسة يا عم اشوف عيالي حسين الشحات عايز ياخد اجازة الجهاز كله بص كله هياخد اجازة كله هياخد اجازة باللقطة زي ديت مارس الكولر بص حسين كله واقف بقى موكل اللعيبة الكبيرة او كل اللعيبة اللي شاركت كتير دي هتاخد اجازة وحسين الشحات عايز اطلع الساحل يا عم عايز اخد العيال وصيف مفيش بقى الدوري ايه الدوري اللي بقى له سنة معانا دوري بقى له سنة معنا مش راضي يخلص عشان كده مرسل كولر بعد المباراة كان متدايق متدايق جدا قال لك موسم صعب جدا جدا ضغط كبير على اللاعبين ونقول لهم وصلوا الموسم ده وهتكملوا كمان بعد الموسم ده هتلعبوا مع المنتخب وقال حتى وامت عصب يعني قال لك بحاول أنطقي ألفازي بس مفيش تحمل مسئولية تجاه لعب النادي الأهلي ولعبي المنتخب بقرار زي ده عشان أقول لك بس هو بيقول الكلام ده لكابتن أبريم حسن من كم يوم مدير كرة في منتخب مصر كان قال نحن هناخد اللعيبة مباشرة بعد اندهي الدولة عشان ما ياخدوش أجازة فيرجعوننا في يعني موامي إيه إلحم كله مع بعض فأنت هتلعب كاس هو بيقول كده هنلعب كاس ولعبي ببعا كده تنضم للمنتخب ثم دول 32 في أفريقيا ثم مباراة السباة الأفريقية ده يعني أن الموسم مؤكد هيلحم في الموسم اللي بعده وقال لو ده حصل فانتظروا انهيار بدني تام تام للعبين في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر وإصابات لكل اللعبين بعد موسم شاك وعنيف بالشكل ده قال احنا لعبنا 20 مباراة في شهرين وده رقم ما بيحصلش أبدا في العالم كله ولازم نكمل الموسم الجديد بدون رواحة ده الوضع الحالي قال كمان ما عرفش إزاي بيتم اتخاذ الكهارات دي اللعبين بشر وليسوا مكينات ويجب أن أسجل اعتراضي اللعبين بحاجة على الأقل لسلاس أسابيع راحة واستشفاء قال الجعائز الفني فيش حد بيفكر فيه أيضا احنا بشر وبحاجة لراحة وما بقناش عندنا رغبة في مشاهدة كرة القدم وملينا من مشاهدة كرة القدم ودلوقتي بتقولونا خشوا عام آخر دون راحة قال إن اتحاد الكرة يجب أن يتحمل المسؤولية المسؤولية اتجاه اللعبين لأن دوره ليس فقط تنظيم المسابقة وأرجو أن تتحلوا بمسؤولياتكم اتجاه اللعبين ترجمة نانسي قنقر